كان هناك مكان في قريب الزمان واحد جدرمي متقاعد عايش حياته كبقية الناس لا يتعدى لا يبدعي بما حتى شحد و لا يخلط حتى الناس و لا يشري أو يبيع في العيب دخلت قراصه مقابل شغله في هذه الفيرمة التي كاسف واحد طوار ديال الكودية في جماعة المشرك بسيدي بالنار لكن في بعض الأحيان أخرى دخلت قراصك بالنظم لا يجعلك شهني وهذا ما يقع مع هذا جدرمي اللي كان عايش بوحده في درد في ذلك الفيرمة كان مقابل الفلحة والخطمة مدام ما زال فيه ما يخدم كان بعيد على بنته و مراسول اللي كانوا ما زالين ساكنين في مدينة مراكش السيد مرا مرا كان يدوز الليل في واحد البراكة عنده في الفيرمة مدام ما عنده عيب ما عتشي حد ما عنده منه شي خاف دخلت قراصه و مهني رأسه من المشاكل و محسبوش مسكين بالليش ديال بكي يخططه و عمالين عليه و خمس كيلما عنده معهم ماذا يحسب بشي يصفيوها معه هذه شي تنشرت قريبان و في واحد الصباح جاء واحد تريسين عنده الفيرمة جاء بشي يدر له شي بريكل لكن المفاجأة كانت صادمة شافوا تلقها بغوطة ما عرفش بشي تبلى ولا شنوقع عليه كان الجدرمي مسكين مكبل من يديه ورجله وهو جدا هامدة وسط الفيرمة الشي اللي كتبكيه الجريه كما يقولون المغربة وهذا الشي اللي دارها التريسين تصل بلو نقدم ديال الدوار و نقدم خبر القائد والجدرمي اللي جاو و جاو بتعزيزاته فيهم حتى ديال سيدي بن نار جريمة روعات كل شي المنطقة ما معتاداش على مثل هالجرائي من الناس مسالمين عايشين حياتهم بلا مشاكل الجدرمي ديال بني هلال و سيدي بن نار عينوا جثة ديال صاحبهم المتقعي و صوروها و داروا محضرة معاينة قبل ما تتعزي الجثة اللامورك باش تشرح و بدأ التحقيق و ما كان سهل من الول باش يوصلوا لشكون صفه للضحية مسكين الله يا رحمه لكن التحقيق متعطلش بزاف الجدرمي روتريتي كان عنده مشاكل مع أخوه و ولاده حول الارض بعد ما كتب البنته كل ما يملك وهذا الشي اللي كشفت بنته للمحققين بعد ما استمعوا لها كشاهدة بعد ما جات من مدينة مراكش المشكل بينه و بينخوه كان وصل المحاكيم و التعرض أمام المحكمة بسيدائية و سيدي بن نار مع التصريح ديال البنت ديال للطحية كان لابد من الجدرمي باش يستمعوا لخوه و لولاده شيخ مستاشل واحد من الأقاريب دياله استمعوا لهم في محضر رسمي اخذوا الأقوال ديالهم لكن البحث معهم ما وصل حتى لشي حاجة و خمس خاص مين ما يقدروش يقطعوا فخوهم او توصل بهم الأمور لدرجة تصفية دياله الصدفة أحيانا كتكون مهمة وهاتش اللي يوقع في الوقت اللي كانوا جدرمي كيستمعوا العائدة الضحية الستيني توصلوا بشي مكالمة هاتفية من الجول قدم رسول انه فعل خير و قلب اللي كيعرف الجونات اللي تصلوا او العفو اللي كيعرف الجونات اللي قتلوا الضحية و اعطوه الجونات حتى الاسماء ديالهم و فين ساكنين هذا السيد قال هاتشي ومن ثمك ما بقىش كارت على اتصالات الهاتفية ديال الجونات اللي حاولوا يزيد و يتقنوا ثمك قالوا مع راسهم هذا ربما غير كي يكذب و بغير يقلب مجرى التحقيق بثلاثة و تلاثمية و ستين درجة و هنا زادت الأمور تعقيدان هيامات دازت و ما زال موصلوش للشكون اللي قتل الجونات جضرمي لكن المفاجأة و الصدفة كانت تلعب الدور ديالها احيانا كما قلت و هاتشي اللي وقع مرة تانية من اللي اللي يلقاوا التركتون اللي تسرق من الفيرمان في شيء ارض خالية بجامعة مكرس بالجديدة كان دازت تلت ايام اللي تسرق وتقتل الضحية و هنا بنت بارقة امل باش يوصلوا اللي كتفوه و قتله و زادت الصدفة و تشويق من اللي توصل الجضرمي بشي مكالمة واحد اخرى مشي واحد قدم راسه بسميته كاملة و قال لهم بلنسيبو وشيش وركاء دياله هما اللي ينفدوا السرقة و الثلقاتل عيت لهم قبل ما يجي المركز الدرك بنفسه و أعطاهم التفاصيل كاملة و مشامعهم حتى لديورهم جضرمي يشدهم و بدأت تحقيق معهم و نسيب للسقط هما ورمى كورة الاتيام في مرمى نسيبو لعية الجضرمي قال لهم و هو اللي يسرق و قتل لكن حبل الكذي بقسير ضغية حصره بالاسئلة و نهار و عطاره بكل شي حكا للجضرمي كيف يدر في الليلة و كيف خطط السرقة الجرار متهم الرئيسي كان محتاج للفلوس و اتصل بالشركة و قناعهم لكي يشاركوا معهم في العملية و يمشوا جميع الفيرمة و يسرقوا التركتور و موتور في الليلة عرقوها شرابوا و مشوا الفيرمة و تمكلكوا الجضرمي المتقاعد لكي يسهلوا السرقة كتفوه من يديه و رجله و غطوه لوجهه باش ميتعرفش عفوا باش ميتعرفش عليهم كان مسكين مريض بالقلب و خطو السل اللي هم يعفوه عليه مرحموهش كان كيقول لهم انا مريض عفاكم مرحموني و رغم ذلك خلوهم على ذلك الحالة و سرقوا التركتور و حتى شي موتور و مشوا خرجوا من الفيرمة مشوا ادى ذلك التركتور و باعه كل شي واحد من منطقة ميكرس باعه باربعات المليون اللي شرى التركتور قال لهم يصبروا عليه حتى يبيع البقار في السوق لكن من اللي يسمع بلسي تقتل و مات تخلى على التركتور في البلسة اللي يلقاوها فيها اللي يلقاوها فيها عفوا حتى هو كان عنده مسائلة قانونية حتى شرى المسروق و مبلغش من اللي يساق الخبار بلليمون الموتور مات ستات الأشخاص هم اللي يتابعون قاضي تحقيق في محكمة للصينة في الجديدة و حالهم على غرفة الجناية البسدائية اللي غادي تبدأ في المحاكمة لهم نهار 33 يونيو الجاري يعني فات الشهر هذا و التهم ثقيلة فيها جناية القتل العمد بعد سبق الإسراء والترصد و زيد عليها جناية سرق الموصف المقترنة بدروف شديد و عدم تتبلغ عن وقع الجناية و زيد حتى إخفاء أشياء متحصل عليها من الجناية و اكتسالينا من حكي قصة الجدر من روتريتي اللي قتله بالفيرمة دياله لكن القصة و الفصول ديالها مازالا مستمر و مازالا متسالات فانتظار ما ستسفر عنه المحاكمة ديال المتهمين فانتظار ذلك دمتم اوفيال القناة و شكرا على تتبع ديالكم و ما تنسوا تتابعونا و تديروا لايك و تتفعلوا مع كل الفيديو ننشره و شكرا و موصولوا لكم موسيقى